أبدع الشاب القبطي ميلاد جابر أحد أبناء محافظة بن سويف في تصنيع فوانيس رمضان من الخشب أو ما يعرف بفن الأركات لمشاركة أبناء محافظته المسلمين بفرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك واستكمال مسيرة عمله في صناعة مجسمات المساجد وكنائس من الخشب أيضا على مدار 12 عامة ميلاد جابر مواطن قبطي من بن سويف يحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال بقدوم الشهر الكريم من خلال تصنيع فوانيس رمضان من الخشب ويقول ميلاد أنه يعمل في صناعة مجسمات المساجد والكنائس من الخشب منذ 12 عاما اشتغلت في الشغل الفوانيس حبيت أن أعمل حاجة ابتدت بالتقليد الأول وبعد كده استمرت أن أعمل فيه لحد ما قلت لأ أنا عايز أعمل حاجة مختلفة شوية فما كنتش أعرف إيه بالضبط بس الحمد لله ربنا أكرمني أن أعمل حاجة بالتصميم ده ونشكر ربنا أنه عجب ناس كتير وأنه حاز على إعجاب أخوات المسلمين طبعا لأنه أكتر أكتر ناس هم اللي عايزينه وهما اللي بيقبلوا عليه ويقوم ميلاد بتصني أكثر من عشرة فوانيس يوميا بكافة الأشكال والأحجام وذلك بحسب طلب زبائنا ويقوم بالتسويق لمنتجاته من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يقوم به الشاب القبطي ميلاد هو دليل جديد على قوة نسيج هذا الوطن والمحبة التي تجمع أبناءه